حذر النائب هوشيار عبدالله من اعتماد العد والفرز الإلكتروني في قانون الانتخابات الجديد بعد أن ثبت فشله وامكانية التلاعب به وتزوير نتائج الانتخابات مؤكداً أن اعتماده من جديد يعد سريقة لإرادة الشعب وتكراراً لما حصل من تزوير في الانتخابات السابقة وقال عبدالله أن الكثير من الدول ألغت العد والفرز الإلكتروني وعادت إلى العد والفرز اليدوي لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات وأضاف أن الشارع اليوم يغلي والاعتصامات في أغلب المحافظات كنتيجة حتمية للأساس السيء الذي شكلت بموجبه هذه الحكومة المنبثقة عن برلمان مشكوك في كيفية فوز بعض النوابه بالانتخابات